مقالية الأسئلة دي بنتدرب عليها كنوع من أنواع التدريبات المهمة قبل إتمام الامتحان بالنسبة للشهادات العامة من التخصص ويمكن في الحلقة دي عايزين برضو ناخد كم كبير جدا من الأسئلة نقدر نتدرب عليهم مرة واثنين وثلاثة وربنا يوفقنا دايما في أداء الامتحان نبدأ بالسؤال الأول بيقول السؤال الأول الماكينة الموضحة بالرسمة أمامك من الماكينات الهمة في صناعة المعادن في ضوء دراستك اذكر الآتي اسم الماكينة ثم اكتب أسماء الأجزاء المشار إليها بالسهم والأرقام الموضحة على الرسم في حاجة مهمة جدا ومن المميزات اللي موجودة في التخصص ودي أن ما عندناش مكينة لها الغرض اللي هي موجودة من أجله أو في نفس الوقت العمليات الصناعية التي تجرى عليها يعني التناية غير المقص غير مكينة الدرافيل غير مكينة مخرطة الجامع غير المخرطة الميكانيكية غير أدوات المينة غير أدوات السباكة كل عملية لها بعض المعدات التي تتميز إيه بها ولذلك أنا عايزك دايما تبص على المكينة لأنه هو بيبقى مطلوب منك اسم الماكينة باعتبارها أن هي مبامة فمعنى كده أننا لما هكتب اسم المكينة هاخد عليها درجة وفي نفس الوقت لما حط الأجزاء بتاعتها برضو هاخد عليها الدرجة الإيه النهائية يبقى أنا كده جمعت الدرجات الموجودة بالنسبة لي الخاصة بالمكينة الموجودة في ورقة الأسئلة أيضا من ضمن الأشياء المهمة جدا ودي اللي احنا بنركز عليها أن قراءة ورقة الأسئلة جيدا بتعتبر نص الإجابة عن الامتحان ليه؟ ممكن بعض الطلبة يقرأ السؤال ويفهمه بصيغة مختلفة ويبقى الغرض من الصيغة بتاعت السؤال غير الغرض اللي هو جاوب على أساسه يبقى كل الحاجات دي تعتبر بالنسبة لي إيه؟ مهمة يبقى أول حاجة هنتكلم عنها اللي هي تعتبر مخرطة إيه الجامع طب هو عايز إيه من مخرطة الجامع؟ عايز حكتين اتنين بس اسم المكنة ودي شرحناها وقلنا أن دي مكنة مخرطة الجامع بعد كده بيقول لي أذكر الأجزاء الموجودة على إيه؟ على المكنة طب الأجزاء الموجودة على المكنة ده هو قالك واحد اتنين تلاتة اربعة وصلت لتمانية قد تصل لعشرة قد تصل لاثناشر أو خمستاشر ولكن لما أتكلم عن مخرطة الجامع معروفة أن مخرطة الجامع أول حاجة بميزها أقول فارش الماكينة ودي حاجات أساسية جدا مجموعة من التروس والسيور بتستخدم لنقل الحركة مفتاح لفصل واصل الطيار الكهربائي كل الحاجات دي بتعتبر حاجات أساسية موجودة في أي مكنة إذن هنا لما أجا أتكلم بقى عن المكنة أبص لأيه المميز هنا هيقول لي فيه غراب سابت فيه صندوق سرعات فيه غراب متحرك فيه عجلة إدارة لتحريك الغراب المتحرك وهكذا إذن هنا من غير الأرقام ممكن أذكر للايه؟ الأجزاء طب تعالوا نشوف الأرقام بقى اللي هو عايزها أول حاجة بالنسبة لي بيقول لي واحد الأجزاء هي علب التغيير السرعات اتنين الغراب السابت أربعة الركيز اللي بيزبق الغراب المتحرك ستة يد سبعة فرش الماكينة تمانية مفتاح التشغيل وكده يعتبر أنا جوبت على الأجزاء الرئيسية للايه؟ للمكنة السؤال الثاني بقول لي ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة وممكن إحنا كنا نتكلمنا في النقطة دي وخاصة في صياغة الأسئلة دي مهمة جدا أن من أصعب الأسئلة اللي موجودة عندي هو السؤال الصح والخطأ لأنه لا يحتمل إلا إجابة واحدة الإجابة بتاعته يا صح يا غلط طب لهو كان خطأ وأنا علمته صح خلاص السؤال كده يعتبر دركته فقدت بالنسبة ليه؟ إذن الأسئلة اللي هي تعتبر صح وخطأ وبنأكد لأبنائنا وبناتنا الطلبة على الحتة دي أن السؤال الصح والخطأ ده مهم جدا أقرأه مرة واثنين وتلاتة وما تستعجلش ورقة الامتحان بالأسئلة بتاعتها بتبقى محددة بالنسبة للزمن يعني عندك استعداد أن أنت تقرأ السؤال مرة واثنين وتلاتة وممكن تراجع مرة واثنين وتلاتة وما تخليش دايما العجلة من أمرك في عملية الحل إذن هنا من الصيغة التربوية اللي بتكون صعبة جدا على الطلبة صيغة السؤال الصح والإيه؟ والخطأ ولذلك في بعض الطلبة مرة يعمل لك السؤال صح ومرة يعمله لك خطأ يبه هو برضو كده في كلتا الحالتين فقد المصداقية في الإجابة بالنسبة للإيه؟ للسؤال تعالوا نبصوا بقى على الأسئلة الصح والخطأ بيقول لي المكبس اليدوي يعتمد على المجهود اليدوي للعامل من الطبيعي دي صح يجب أن يتم تزييط الأماكن التي بيها احتكاك صح توضع المشغولة المراد تشكيلها قبل دفع الفك لأعلى تتعتبر خطأ لازم أدفع الفك وبعد كده حط المشغولة بتاعتي زي ما أنا عايز يعتبر المشغولات التي تشكل على المكبس اليدوي الخالية من العيوب لقت فيها بعض العيوب حركة المكبس اليدوي تسبب حوادث للإيه؟ للعامل دي تعتبر بالنسبة لإيه؟ صحيحة ولذلك احنا هنا بنركز على نقطة مهمة جدا اتباع دواعي السلامة والصحة المهنية دي مهمة جدا أن أنا علم الطالب وخاصة عندما يتعامل مع معدة صماء لا تتكلم ولا تتحدث ولا تشير ولكن كل اللي بين الطالب والمكينة هي علاقة لإتمام عمليات صناعية مختلفة على المكينة مش مجرد مكينة مجرد ما شغلتها وانت شغال وحصل خطأ هتقول لها توقفي هتتوقف لا ده محتاجة أن الإنسان يبقى زهنه دايما شغال إذن هنا احنا بنركز على استخدام دواعي الأمن الصناعي وخاصة عند التعامل مع المعدات والآلات اللي هي بتعتبر زي المكابس زي مكينات التنية اللي هي الهايدروليك زي مكينات البنتوجراف زي مكينات مثلا المقصة الجولتين ده من أخطر المقصات وخاصة دايما بتلاقي في حاجز أمام ما بين سلاح القص وإتمام عملية القص أثناء وقوف الطالب على هذا السلاح إذن دي مهمة جدا بالنسبة لي أن أنا أعرف دواعي الأمن الصناعي والسلامة المهنية لكل إيه لكل مكينة عند التعامل معها تعالوا بعد كده نروح للسؤال أو تابع السؤال الثاني هل يمكن تغيير استنبت الفك العلوي؟ فقط؟ طبعا غلط لازم أغير الاستنبتين المجمس اللولابي من المكابس التي تعتمد على الاحتكاب ده يعتبر صح القرص الأفقي هو الذي يساعد على تحريك الأقراص الرأسية إلى أعلى وإلى أسفل صح؟ العمود المحوري بالمجبس هو أساس لنقل الحركة المكابس الهيدرولوكية تتحرك بواسطة مرافق وعمدة وتسمى فتايل دي تعتبر بالنسبة لي إجابة أيضا صحيح هنا المكابس الميكانيكية تتحرك بواسطة ضغط السوائل أو الزيت دي تعتبر بالنسبة لي خطأ لأن المكابس الميكانيكية تتحرك دايما على الاتنيلكسنتريك من الجاتل توضع القطع المراد أو المكابس الميكانيكية بتتحرك عن طريق حدافة كل الحاجات دي بتعتبر بالنسبة لي لكن الهيدروليك هي التي تعمل بضغط الزيت توضع القطع المراد كبسها فوقصات حلمكبس لسورية التشكيل دي خطأ يجب أن تكون استنبخلية من العيوب والإجهادات من الأجزاء الرئاسية للمجبس اليدوي جسم المجبس بيعتبر بالنسبة لي صح المجبس اليدوي يعمل بضغط الزيت تعتبر بالنسبة لي خاطئة مجبس يدوي يبقى يعتبر يدوي يجوز استخدام المكابس في مشغولات سمكة أكبر من السمك المحدد دي تعتبر خاطئة وهنا برضو لازم نتوقف برها المعدات الموجودة داخل الورشة لابد أن تستخدم للغرض التي صنعت من أجله الغرض التي صنعت من إيه من أجله ولذلك هنا السؤال مهم جدا حتى وإن كان السؤال ده في صورة صحة وخطأ السؤال بيقول لي هل يمكن استخدام المكابس في سمك أكبر من السمك اللي هو موجود لا طبعا استحالة ولذلك احنا يمكن شرحنا في حلقات سابقة قبل كده وأن دايما لابد من قراءة المواصفات الأساسية للمكينة مهم جدا أنك أنت تقرأ المواصفات مهم جدا أن أنت تعرف قدرة المكينة مهم جدا أنك أنت تعرف المطور بتاع المكينة ده قدرته قد إيه والسلاح ده طوله قد إيه ومشواره قد إيه وزاوية الخلوص بتاعت السلاح دي قد إيه كل الحاجات دي بتعتبر مهمة جدا بالنسبة لي إذن المواصفات بتعتبر الأساسيات الرئيسية للمكينة عند إتمام العمليات الصناعية عليه كارت كده يعتبر حاجة زي برشامة صغيرة أو تعتبر زي ورق التذكرة مجرد مقف على المقص بيبقى محتوط كده على المقص على الجنب اليمين مواصفات المكينة طول السلاح كذا عرض قطع كذا قدرة المكينة كل الحاجات دي بتبقى محتوطة بمواصفاتها يبقى هنا دي تعتبر بالنسبة لمهمة لابد من استخدام المعدات في الغرض التي صنعت من إيه من أجله حسب قدرتها ولذلك احنا دايما نلاقي في بعض السيارات مكتوب عليها أن حمولتها قد كده ما قدرتش أزود عن الحمولة بتاعتها حتى لو زودت بعمرها الافتراضي أصبح بالنسبة لي قليل نرجع بعد كده للسؤال بيقول لي من شروط العمل على المكبس التدريب جيدا قبل أو بعض الوقوف عليه لا ده أنا لازم أتدرب عليه قبل ما أقف على المكبس الغرض من استعمال المكبس هو توفير الوقت والجه صح المخرطة هي التي تقوم بجميع المنتجات المعدنية للأشكال المجوفة والمتماثلة دي صح طبعا عشرين تستعمل مكينة الحجرة والكردون في عمل الحلاية والإيه والقرانيش بعد كده بيقول لي السؤال التالت اختار الإجابة الصحيحة من بين الأقواص وهنا برضو لابد ان احنا نوضح نقطة مهمة جدا ودي تعتبر بالنسبة للطلبة عند قراءة السؤال اللي هو الاختيار من المتعدد أقرأ السؤال جيدا ليه؟ لأنه ممكن السؤال ذات نفسه في حد ذاته ودي تعتبر من ضمن الحاجات المهمة جدا بالنسبة لنا وبنأكد عليها للطلبة أن دايما أقرأ السؤال وأعرف نوعية السؤال وأعرف المميزات التي يتميز بها السؤال وأعرف الحاجة التانية كيف أجيب على هذا السؤال يبقى هنا بالنسبة لي لما يجي يقول لي اختار من ما بين الأقواص ده مهم جدا يبقى هنا أجي أقول له اختار ما بين الأقواص بقى في مشكلة بالنسبة لي ممكن السؤال يحتمل أكتر من اختيارين ممكن يبقى جميع الاختيارات توافق هذا السؤال بالنسبة للإيه؟ للإجابة دي تعتبر بالنسبة لي مهمة جدا ولذلك احنا دايما الامتحانات بتاعتنا بتبقى محتوطة على مستوى الطالب المتوسط في أسئلة بتبقى للطالب المتوسط في أسئلة بتبقى للطالب الفوق المتوسط أو المميز وفي أسئلة بتبقى محتوطة للطلبة اللي هم فعلا محتاجين أن هم يحصلوا على أعلى لإيه الدرجات ولذلك عند قراءة السؤال اختار من ما بين الأقواص لابد من النظر ما بين الأقواص إيه؟ جيدا ولذلك احنا هيقابلنا دلوقتي إيه؟ أنه ممكن يقولي إيه؟ جميعا حتة جميعا ديه؟ يبقى خلاص مش هبص بقى على الأولى ولا التانية لا هختار كلمة جميعا حتى تصبح الإجابة بالنسبة لي إيه؟ صحيحة تعالوا نبص بقى على السؤال اختار الإجابة الصحيحة من بين الأقواص واحد من أنواع المكابس يدوية آلية هيدروليك جميعا كل دي مكابس المكابس اليدوية تعتمد على السقل المتوازن الحركة الطيار؟ لا بتعتمد على السقل المتوازن يبقى الإجابة رقم واحد تصنع الإسطنبات من الحديد الزهر الحديد المطوع الحديد الصلب؟ أكيد الحديد الصلب ما فيش حاجة اسمها الحديد الزهر ولا الحديد الإيه المطوع تجرع على الإسطنبات عملية التخمير والتلدين والإيه والتقصية يبقى هنا بالنسبة لي تجرع على الإسطنبات عملية الإيه والتقصية مهم جدا برضو بالإيه بالنسبة لي النقطة دي يبقى هنا الإجابات كلها محددة وواضحة يجب أن تكون سطح الاسطنبة خشن ولا ناعم ولا متوسط الخشونة أكيد ناعم لأن الاسطنبة في حد ذاتها لو كان سطحها خشن ودي نقطة مهمة جدا يبقى هناك عيوف في المنتجات واضحة ودي من ضمن الحاجات الأساسية لازم نحطها في الاعتبار هو بيقول لي إيه هل سطح الاسطنبة ممكن يكون خشن متوسط الخشونة ناعم أقول له لا طبعا ولا خشن ولا متوسط الخشونة لأنه عندنا حاجة كلنا بنتدولها يوميا اللي هي صناعة العملة الجنيه اللي هو المعدني أو النص جنيه أو الربع جنيه عمرك شفت بعض العيوب الموجودة في هذه المنتجات استحالة إذا كان السطح خشن يبقى ممكن في التدول يؤدي إلى إصابة أي حد ممكن يستخدمه ولذلك استنبة الفك العلوي والسفلي لابد أن تكون ناعمة جيدا ولذلك دي من الشروط الأساسية اللي دايما بحطها في الاعتبار بحيث أن الاستنبة تكون مميزة سواء كانت في الفك العلوي أو الفك الايه السفلي ولذلك عند صناعة الاستنبات بيجرع عليها عملية المراجعة مرة واثنين وتلاتة طب وبيجرع عليها ايه تاني بتجرع عليها عملية التقصية وكيف يجرع عليها مرة ثانية يجرع عليها عمليات الايه الاختبار قبل أن توضع في المجبس ليه لأن الاستنبة دي ممكن تتركف في المجبس ده سنتين تلاتة ما بصلهاش ليه اجريت عليها الاختبارات أنهي اختبارات الاختبارات التي ترى بالعين المجردة من خبرة العامل والاختبارات المجهرية بالأجهزة الايه الحديثة حتى إذا كان هناك بعض الشروخ أو النطوئات الداخلية ترى بالأجهزة الحديثة زي الجهاز الميكريسكوب أو جهاز برايل أو جهاز ريكويل أو فيكرز وكود الحاجات دي تعتبر بالنسبة لأجهزة مجهرية تبين العيوب الداخلية للمنتجات وخاصة الايه الاستنبات نرجع بعد كده للسؤال بيقول لي الحركة الميكانيكية للمخرطة الميكانيكية حركة ترددية للأمام للخلف حركة دائرية طبعا حركة دائرية يجرع على الاستنبات عدة الاختبارات من حليل الايه التصوير للسؤال المجهرية بعد كده بيقول لي السؤال الرابع الماكينة الموضحة بالرسمة أمامك من الماكينات اليدوية وتستخدم في التشكيل البسيط للرقائق المعدنية واحد اذكر اسم الماكينة مع ذكر الأجزاء المكونة لها اشرح الحركة الميكانيكية عند التشغيل عليه بيعتبر بالنسبة لنا ويمكن ده الحاجة اللي بتبسط الواحد دايما وتفرحه ان المجبس ده عشان بسيط دايما بتلاقيه متواجد في الامتحانات حتى في تخصصات الشعبة كلها التلاتة ليه؟ بيعتبر أجزاءه بالنسبة لنا بسيطة رقم اتنين مريح للعين بالنسبة للطالب رقم تلاتة تحس ان هو من صغر حجمه بيبقى أليف دايما للطالب بيحفظ أجزاءه دايما بايه؟ بسرعة يعني الألفة بينهم وبين بعض بتكون ايه؟ سريعة هو بيعتمد على جسم المجبس اتنين سوق ليمين ويسار استنبت الفك العلو والسفلي جشمة فتيل متحرك وخلص المجبس على كده وهذا المجبس يجوز ان يتحرك على التسجة او يوضع على الارض او ينتقل من مكان الى مكان ايه؟ اخر هو بالنسبة له او بالنسبة للطالب اللي عندنا اول ما بيشوف المجبس يمكن لو شافه في وراءة تلسلة بيجرى على طول مباشرة ويحله اول حاجة يبا هو هنا في المجبس طالب مني ايه؟ طالب اسم المجبس خلاص عرفت ان ده المجبس اللي ده طالب أجزاءه تعالوا نبص على الأجزاء بتاعته ونشوف أجزاءه البسيطة السيمبل بالنسبة لنا بحيث ان احنا نعرف أجزاءه ونحفظها جيدا ايه هي أجزاءه؟ بيقول لي صنبك يده ويشبه المجبس كرتين تعملاني كسقل أو يعملاني كسقل اتنين ساق الفتيل اللي هو الدليل الغشمة أو الصامولة الفك العلوي للصنبك والقاعدة ممكن بدل ما تقعد تقول الفك العلوي للصنبك والقاعدة ممكن أقول القاعدة وترتبط بالفك العلوي والفك السفلي أو الفك العلوي وبيه الاستنبا والفك السفلي وهو بيه الاستنبا الأخرى يبقى هنا كل الحاجات دي بتعتبر بالنسبة لي ايه بسيطة تخيل ودي مهمة جدا انك انت اما يجي لك مجبس زي ده كده والإجابات بتاعته ماكملتش خمس ست نقاط وبص تلاقي نفسك حصل على الدرجة النهائية ولذلك دي بتعتبر من ضمن الأسئلة المميزة التي يستمتع بها الطالب عندما يراها في ورقة الايه الأسئلة لأنه عارف وهو مغومد على طول يروح جاي حاطة الأجزاء بتاعته وحاطة اسم الايه المجبس طب هل الكلام دوت ناتج من فراغ؟ لا مش ناتج من فراغ ليه؟ لأن المجبس ده بيدرس في الصف الاول ثم يدرس مرة ثانية في الصف الثاني ثم يدرس مرة ثالثة في الصف الايه التالت ده ممكن يوصل للصف الرابع والخامس في مدارس الخمس ايه سنوات المجبس ده رغم صغر حجمه إلا أنه يعتبر خط إنتاج بالنسبان ممكن يعتبر مكينة تدريبة ضرب عليها مجموعة من الطلبة سواء خريج الجامعة أو الطلبة اللي هم عايزين يتعلموا مهنة معينة أو حرفة معينة إزاي يشتغل على المجبس إزاي يحدد المشوار بتاعه إزاي يقدر يشكل الاسطنبا اللي يقدر يشتغل عليها سواء كانت الاسطنبا العلوية أو الاسطنبا الايه؟ السفلية نروح بعد كده للسؤال تابع الحركة الميكانيكية يسبت قالب التشكيل جيدا يتم رفع الفتيل بالرفع إلى أعلى في حركة دائرية ومحورية توضع قطعة التشكيل في مكانها بالاسطنبا تقذف الكرة أو السقل فيهبط الفتيل وبالتالي يضغط الجزء العلوي على المشغولة فتشكل بشكل الايه؟ القالب بعد كده بيقولي السؤال الخامس اكمل الجمل اللي أتيه باختيار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس هو الجزء الرئيسي الذي تبنى عليه المخرطة ومزاود بممرات ويشترط فيه المئة هو فرش الماكينة يتكون المجبس الأدو من أجزاء ريسية منها سوق أو يعملان إيه كسوق اللهم السوقلين اللي من على الجنية تصنع الاستنبا من المعدن يتحمل الضغط الواقع عليه وغالبا يكون الحديد الصلب كل دي تعتبر بالنسبة لأسئلة مقررة بطرق مختلفة المكابس الهيدروليكية تعتمد في نقل الحرقة على استخدام طاقة الحرارة ولا الهواء ولا الماء الماء لا يجزء إصلاح المكبس عند توقفه أو تلف جزء منه إلا بمعرفة المهندس الفني ودي اللي احنا كنا نتكلم عليها وكانت مهمة جدا اللي هي كل ما كان لها طبيعتها إذا حصل عطل أو عطب بالماكينة أثناء العمل عليها لا بد من فصل الطيار الكهربائي على طول مباشرة دون إجراء أي نوع من أنواع الصيانة ليه؟ لأن احنا ما عندناش طلبة تجيد داخل مدارس التعليم الفني الصيانة للماكينات ويمكن احنا بصدد ان احنا نقدر نخرج فني صيانة يبقى متخصص في حتة الصيانة بس ولكن لو احنا فكرنا ان احنا نعمل فني صيانة متخصص للصيانة بس دي محتاجة ان كل تخصص يبقى ليه فني مخصص لذاته إذن هنا عند وجود بعض المشاكل أثناء العمل على الماكينة مهم جدا ان انا افصل الطيار الكهربائي ثم يتم استدعاء المهندس المختص لإصلاح العطل الذي حدث بالمكينة نروح بعد كده للسؤال السادس اختار الكلمة المناسبة من بين بيقول لي وهي عملية تشكيل يبقى دي سحب الأسلات أصغر من مقطعه بعد كده الفرش هو الجزء الرئيسي الذي تبنى عليه المخرطة رقم ثلاثة القالب المركب ويصنع من الصلب ويستخدم في عمل منتجات ذات الفوهة المطيقة وتصنع من الصلب اللي هي الركيز رقم أربعة وبها سقوب تضع بها أصابع من الصلب لسند أقلام الضغط رقم خمسة المكابس اليدوية وهي التي تدار بقوة اليد وتستخدم في تشكيل المكونات البسيطة للشرائح المعدني عايزين نقف عند حطة القالب المركب ودي مهمة جدا طالما رحت للقالب المركب إذن رحت لملحقات مخرط الجم مخرط الجم بيبقى عليها قالبين قالب بسيط وقالب ايه المركب ما هو القالب البسيط هو القالب الذي يخرج منه المنتج بطريقة سهلة وسلسة وبسيطة زي الطبق اللي احنا بنكل فيه ده كده تبص تلاقي القاعدة بتاعته أصغر من الفوهة يبقى هنا لما جا شكله على القالب يبقى سهل جدا مجرد مفصل ما بين الغراب السابت والغراب المتحرك وبينهم وبين بعض القالب بتاعي أروح جاي فاصل الطبق بمنتهى السهولة طب واذا كان بقى القالب المركب اللي هو بيتكلم عليه ده موجود طب لماذا يوضع القالب المركب على مكينة مخرط الجمع يوضع القالب المركب على مكينة مخرط الجمع ويصمم حسب شكل المنتج الذي يصمم من أجله ليه ممكن ألاقي عنية ظهور أولائي سيلقول لك كده بتاعتنا بتاعت المية كبيرة وطلع على دا يقولها فوها طب والقالب هيخرج من الحاجات دي ازاي إذا لابد أن يصنع من مجموعة من الفصوص تجمع بعضها مع بعض بواسطة مجموعة من المسامير لها ألووز معين بيتربط عليه وتتجمع ثم توضع وردة على النهاية ويتم ربطها حتى يتم تجميع القالب عامل بالزبط زي البرتقانة لما جاء أشر البرتقانة كده لها مجموعة من الفصوص لما أنا أجمع عليه بقى اللي هو الجزء الذي يصعب استخراجه بعد إتمام عملية الجمع أروح جاي فاكك المصمار من النص تقوم تنهار اللقم اللي هي موجودة أبدأ أصحابها لقمة لقمة ولذلك يتم عملية التشكيل ده بنسميه القالب المركب بقى دلوقتي فيه نوع حديث جدا من المخارط اللي هي بيسموها المخارط زو الإربة اللي هي بتتم عملية النفخ فيها أو الضغط بالهواء بعد كده بروح جاي مشكل على الجزء اللي هو مصنوع من اللدائن الصلبة جدا أو اللي بتتحمل عملية التشكيل بعد ما بعمل عملية التشكيل حسب الشكل اللي هو موجود عندي بروح جاي مفرغ الهواء وخرج المشغولة بتاعتي بمنتهى السهولة ليه حبيت أوضح الحتة دي لأنها بتعتبر من ضمن الملحقات الأساسية لمخارطة الجامع ممكن يقول لك تكلم عن القلب البسيط ممكن يقول لك تكلم عن القلب المركب ممكن يقول لك ما هي أنواع المساقل الكروية والخطفية والرشكتة وتصنع هذه المساقل من الصلب ويكون سطحها ناعم حتى لا تحدث حتى لا تحدث تشوهات بيئة المشغولات أثناء عملية الايه الجامع نروح للسؤال السابع أو تكملة للسؤال بين القوسين المادة المصنوعية واحد بقول لي خاصية المعدن المصنوع منه المصورة اتنين قطر المصورة المراتحانيها تلاتة زاوية الثانية المطلوبة اربعة المادة المستخدمة في ملء الايه المواسير اختار الكلمة المناسبة برضو من بين القوسين تركب أو يختار البكر الذي يلقم التشكيل يركب كل بكرة مع محورها في الماكينة تلاتة قص جهاز الملاكز بحيث يكون البعدين وأول سطح البكر حسب النوع أو حسب نصف القطر أربعة يضبط الفك العلوي حتى يصبح بينه وبعدينه الفك الصوف لمقدار سمك الايه المعدن الرقم تلاتة دي مش قص هي يضبط جهاز الايه المراكز ودي مهمة جدا يبقى كلمة تلاتة دي تعتبر تلعب بره ويبقى اربعة وخمسة هم اللي بيعتبروا بالنسبة لي ايه مش مظبطي يبقى هنا بالنسبة لرقم تلاتة خرجت بره وتلاتة واربعة تاخد يضبط واربعة برضو تاخد ايه يضبط بالنسبة بعد كده السؤال السابع اكمل ما ياتي من اهم اجزاء مخرط الجامع اتكلمنا عليها الغراب السابت والغراب المتحرك ومحرك كهرباء في حاجة بحب اوضحها برضو عشان خاطر نبقى واضحين في النقطة دي مش شرط حتة الترتيبية في الاجزاء يعني هو لو جي قال لي اذكر اجزاء المكينة ولذلك احنا اكتلمنا في النقطة دي قبل كده قلني ايه ان العمليات الصناعية بتتميز ان تميز مختلف غير الخامات والمعدات غير مادة الخامات والمعدات ليه بقى العمليات الصناعية تحتاج الى نوع من الترتيب يعني لازم يكون فيه ترتيبية للعمليات الصناعية لو انا مثلا هطبق المينة على سطح المعدن ما ادرش بعد ما طبق المينة جا اقول لك اقوله لا بد من فصل الشوائب من المينة لا بد من وضع المينة في درجة حرارة تتراوح الى 1350 درجة مقوية وتوضع داخل البوطقة لمدة خمق اذا كان انت كل ده انت بتطبق المينة خلاص على سطح المعدن لكن اللي انا بكلمك فيه ده هي مراحل تجهيز المينة قبل تطبيقها على سطح المعدن اذا هنا بالنسبة لي بتعتبر ايه مهمة جدا جدا حتة الترتيبية في الايه في العمليات لكن في المعدات وبوضح الكلام ده فعلا لابناء وبنات الطلبة وده مهم مش شرط حتة الترتيبية ممكن اقول ايه اه جسم الماكينة ممكن اقول غراب ثابت غراب متحرك طب ما ممكن واحد يقول ايه طب ما احنا لازم نبدأ الاول بمفتاح التشغيل لا مش شرط هو اذكر اجزاء الماكينة كيفما تشاء ممكن تزود كمان من اجزاء الماكينة اجزاء مش موجودة في الماكينة عندك او او مش موجودة في المنهج او بالضبط ممكن تكون مطلع على حاجات تانية كتير احنا دايما لما بنجي نذكر اجزاء الماكينة بنكون ذكرين الاجزاء الاساسية او الرئيسية للماكينة دون الدخول في تفاصيل طب ما بلعك ممكن يكون فيه طالب بقى فعلا هيتدخل في تفاصيل خلاص تدخل زي ما انت عايز ولكن الاجزاء الرئيسية بالنسبة لنا بتعتبر مهمة جدا ابدأ بيها كيفما ايه تشاء بعد كده يعتمد المكابس هيدروكية على نقل الحركة الخطية للمجبس عن طريق استخدام ضغط الماء او البخار او الايه او الزي بيقول لي قالب الجمع هو عبارة عن جسم مصنوع من الخشب والألمونيوم او الصلب حسب نوع الانتاج دولاب السحب يستعمل لسحب الاسلاك الرقيقة الى اكتر اقل من 5 من 10 احواد الطلاق تصنع من مواد مختلفة باختلاف المحاليل التي ستوضع بها ودي مهمة جدا ولذلك لما بيكون في سؤال يعني الاسئلة اللي موجودة قدام مني دي راحت لمعدات وادوات الطلاق طب طالما راحت لمعدات وادوات الطلاق بنشرحها سريعا هو هنا بيقول لي ايه لابد ان تبطن احواد الطلاق بمادة لا تتفاعل مع المحاليل ودي مهمة جدا ولذلك تبطن الاحواد دائما بمادة الزنك او بمادة من الرصاص لان احنا عارفين الرصاص يعتبر من الخمات الاساسية لمعدن اليورانيوم المخضب ليه؟ ولذلك بيسمى الرصاص المشعة درجة الحرارة بالنسبة له بتتحرك فيه ببط والطيار الكهربائي ايضا يتحرك في ايه ببط اللي بيعتبر من ضمن مخلفات معدن اليورانيوم او الخمبلة الزرية التي تحتول على اليورانيوم المخضب اذا هنا لما باجى بطن الرصاص وفي نقطة برضو عايز اوضحها ان الواح البطاريات اللي هي موجودة في العربيات بتصنع من الرصاص ليه؟ ما بتتأثرش باي نوع من الاحماض او الاملاح اذا هنا لابد ان تبطن الاحواض الطلاق بمادة لا تتفعل مع الايه؟ مع الاحماض اذا هنا الحط بتاعنا ممكن يصنع من الخشب ويبطن من الداخل بالرصاص ويركب عليه الانود السالب والانود الموجب اللي هو هيتوصل بالتالي الكهربائي ثم توضع المشغولة على الانود السالب ويوضع المعدن المراد الطلاق به على الانود الايه؟ الموجب حتى يتم بين عملية التحليل في وجوده لاتمام عملية التحليل للمعدن اثناء الطلاق ولذلك من الحكم اللي موجودة في الطلاق انك انت بتلاقي دايما الزرة تتحرك من السالب تروح تلتصق بالموجب والتانية تيجي جنب منها عاملة بالزبط زي ايه؟ ودي دايما كنا دايما بنوضحها للطلبة انك انت لو ركنت العربية بتاعتك جنب البيت تبص تلاقي الاتربة تيجي على العربية كده وتترس بعضها بعضها بجوار ايه؟ بعض لو انت جيت قسط سمك سمك التراب اللي موجودة على الازاز هتلاقيه موزع بانتظام لو تركتها اليوم تاني هتبصها تلاقيها تزيد لو تركتها اليوم تالت هتبصها تلاقيها تزيد دي طبعا من الحكم الالهية اللي بتبقى موجودة اننا بيتعلق الجسم السالب بالجزء الموجب في صورة ترتيبية تنظيمية ممتازة يتميز بها تتميز بها اعمال الايه اطلاق ولذلك مهم جدا حتة حود الايه اطلاق تعالوا بعد كده بيقول لي الركيزة تصنع من السلب وبها سقوق توضع بها اصابع من السلب لسند الاقلام الضغط اثناء عملية الجام بعد كده سحب الاسلاك وهي عمليات تشكل المعدن وذلك بامراره من خلال فتحة اصغر من مقطعه بعد كده المكابس اليدوية وهي التي تدار بقوة الايه اليد هون يستخدم هون في صحق الميناء واعداده للصحر مع اضافة الماء اثناء عملية الصحق بعد كده تستخدم الاستنباط هنا حتة الهون والماء بيتكلم عن المعدات الاساسية للميناء الهون ده من العقيق وليس من النحاس وليس من المعدن ليه بقى قالك طبعا مع مرور الوقت ودي الكلام ده ما كانش بيتعرف او بيتشاف بعد كده لو انت عندك مثلا جاكوش في البيت او مطرقة تبص تلاقي السطح باستخدام بصفة مستمرة طبعين المجردة حتى الحجم بتاعه لما بيصغر بيتبص تلاقي مثلا الصغر الحجم ده بيحتاج فترة طويلة طب هنا لو انا كنت صنعت الهون من النحاس ممكن اثناء عملية صحن الميناء هلاقي في بعض الزرات من النحاس اثناء عملية الصحن بقت موجودة في قلب الميناء ذات نفسها طب لما جا طبق الميناء بقى على سطح المعدن هلاقي فيها بعض الزرات النحاس التي تعوق اتمام عملية تطبيق الميناء على سطح المعدن ولذلك قال لك هنا بقى ايه الهون الذي يطحن الميناء لابد ان يصنع من مادة الايه العقي وفي نفس الوقت عشان افصل الشوائب من الميناء لابد ان تفصل بماء مقتر درجة حراراته لا تزيد عن اربعة ايه درجة مقاوية ماء مقتر اي خالي من الاملاح وخالي من الشوائب وخالي من المركبات الايه الكيميائية ده معنى كلمة ماء مقتر حتى لا تتعرض زرات الميناء الى عوامل تؤثر عليها اثناء تطبيقها على سطح المعدن ودي تعتبر بالنسبة لمهمة جدا تعالوا بعد كده بيقول السؤال الثاني اللي هي اختار بقى من العمود الف ما يناسبه من العمود به ودي محتاجة طراءة جيدا من مكونات الاسطنبا الرئيسية القاعدة والسمك ودليل الخامة وتعالوا نشوف الاجابة على طول من مكونات الاسطنبا الرئيسية القاعدة والسمك ودليل الخامة من مكونات القالب المركب الفصوص ودي اكتلمنا عليها أصبع الألفونيا للسمنت يا قطعة من الخشف في مقدمتها الشامع الأحمر والحتة دي لو أصبع السمنت ده مهم جدا وده بيستخدم في تشكيل الخواتم يعني أصبع السمنت ده عبارة عن قطعة من الخشف المربع تتراوح طولها من أربعة إلى ستة بوصة وفي نهايتها توضع قطعة من الشامع الأحمر يربط هذا الصابع في المنجلة ثم يسخن الشامع الأحمر بدرجة حرارة معينة ويتم لسق الخاتم في الشامع ويترك لكي يبرد أو يجف عمل بالزبط زي ايه أيام زمان لما كنا بنجيب الشامعة كنا نقعد نخلي الشامعة تسيل على الإزاز كده وبعد كده نروح جايين لازقنا في الإزاز فتفضل سابتة زي ما هي أنا بسق أصبع السمنت حتى سهولة طب أنا هشكله كده بربط أصبع السمنت في المنجلة ربطة بسيطة ثم بأقلام النقش يتم النقش على الخاتم أو مثلا بعمل عليه عملية حفر أو بعمل عليه عملية تكفيت أو تطعيم ودي مهمة جدا إذن أصبع السمنت بيعتبر من ضمن المعدات أو الأدوات الأساسية في الأحجار الكريمة بعد كده مثل الزيت يستخدم في سن أقلام الحفر إذا لازم الأمر أقلام الربوسية تصنع من الصلب وتستخدم في عمل زخارف بارزة وغائرة على سطح المعدن المساقل وتستخدم لإتمام عملية الجامع الآلي على المخرطة وتصنع من الصلب صندوق البياض تستخدم كمسند للمشغولة أثناء عملية النقش عليها الركيزة وهي أداء أو هو أداء تستخدم في سند الأقلام صندوق البياض ده يعتبر من ضمن الأدوات الأساسية لأدوات الآييه الحفر وممكن تكون عاملة زي الأسعة أو تعتبر ربع كرة بحط فيها مادة الألفوني serait ومادة البياض وبعد كده بجيب المشغولة بتاعتي اسخن البياض ده واروح جاي لازق المشغولة ايه عليه واسبها لفترة طويلة وبحط البياض ده بتاعتي او صندوق البياض ده بحطه على شكارة من الرمل وبسبته عليها بحيث ان انا بقاعد وبلفها قدام مني عشان اعمل عملية تشكيل بالايه باقلام الربوسي او باقلام الايه الحف يبقى هنا الغلط من صندوق البياض هو تثبيت المشغولة والغلط من اصبع السمنت هو تثبيت المشغولة بس اصبع السمنت بيثبت المشغولات الزهبية وصندوق البياض بيثبت المنتجات المسطحة لو انا عايز اكتب اية قرآنية على قطعة من النحاس لو انا عايز اعمل اسلوب زخارف على سطح المعدة من الالمونيوم او الستيلس كل الحاجات دي بعملها على آنية البياض او صندوق البياض بعد كده معلومات واعتبارات هامة الاعتبارات الهمة المتبعة اثناء تشغيل المكابس ودي بتعتبر من ضمن دواع الامن لا يجوز تشغيل خامات لا تتناسب وقدرتها الموضحة عليها بالنسبة لسمك المعدن وامكانية المكابس لا يجوز التشغيل بالمكبس الا بعد التأكد من تمام ادارته لا يجوز اصلاح المكبس او المكابس عند توقف او تلف جزء منها بمعرفة المهندس والحكة بتاعت المكبس دي برضو مهمة مهمة ازاي ودي دايما بنشوفها وبنشعر بيها دايما عندما يقوم المدرس اثناء تدريب الطلب على المكينة بيعود الطالب ان هو ان المكناة لما توصل لصوت معين والصوت ده يطمئن له جيدا يقوم باتمام العملية الصنعية اللي هي موجودة عليه يكون مثلا عايز يعمل عملية الجمع يبقى يبدأ يقرب المسخلة من المنتج بتاعه يبدأ يشكل اذا هنا حتى لما تلاقي في واحد مثلا حافظ صوت عربيته مجرد ما بيشغلها الصبح ولو لقى فيه صوت مختلف بيروح جاي يفتح الكبوت على طول مباشرة ويشوف مصدر الصوت المتغير ده جاي منه احنا برضو عندنا داخل الورشة او اثناء العمل على المكينة وخاصة مخرط الجمع دايما المدرس بيفضل واقف حتى تصل المخرطة الى اقصى درجات ايه سرعتها ليه عشان ما يحصل لهاش تلف وفي نفس الوقت عمرها الافتراضي ما يقلش ودي تعتبر مهمة جدا طيب لو حصل في المكان نوع من انواع التلف قلنا ان احنا بنفصل التاريق الارباء على طول بصفة مستمرة تعالوا بعد كده بقول لي يجب تنظيف المكابس بعد العمل اليومي عليها وحفظها في حالة جيدة يجب تشحمها في موادع التشحيم وتزييتها في موادع التزييت يجب فصل الطيار الكهربائي بعد الانتهاء من العمل عليها وتستخدم هذه الالات غالبا في المصانع الخاصة يجب ان يكون العامل المشتغل على المكابس مدربا تدريبا كافيا وان يكون منتبها عند القبض على الخامات للسلامة الايه الشخصية يبقى هنا كل الحاجات دي احنا شرحناها طب والنقطة اللي ما شرحناهاش اللي هي تزييت الاماكن الخاصة بعمليات التزييت وتشحيم الاماكن الخاصة بعمليات الايه التشحيم المكن او الماكينة ذات نفسها زيها زي الانسان بالزبط عندما تطعمها وتسقيها يعني تلاقي نفسك فعلا وقف عليها في امان وسلام وتقوم بعملها على اكمل وقت اذا هنا التزييت والتشحيم مهم جدا انت من غير ما تاخد السغرات الحرارية بتاعتك ما تقدرش تمشي اتنين تلاتة كيلو على بعض المكنة برضو كذلك كلما قل التزييت كلما كانت نسبة التآكل بين اجزاء الماكينة سريعة ودي بتؤدي الى التلف بتؤدي الى تباعد التروس بعضها عن بعض لكن الزيوت والتشحيم بتقلل حتة الاحتكاق وبتزود العمر الافتراضي للماكينة اذا هنا وبتحافظ على الاجزاء بتاعتي من التلف اذا مهم جدا ان انا اعمل للمكنة عملية تزييت وعمل لها عملية ايه التشحيم طب هل التزييت والتشحيم ده بتعمل كده عشوائي لا لابد من تزييت الاماكن التي تتطلب الى التزيين وتشحيم الاماكن التي تتطلب الى تشحيم ولذلك في بعض الماكينات تلاقي لها صندوق خاص كده بيتحط في قلب منه وده مهم جدا طب انا بقى لو نسيت صندوق شطلوشش المكنة هتشتغل وكل عملية ايه تزيد وبرضو عندي لما بيكون عندي مطور بحط له الزيت بتاعه وبعد فترة معينة بغيره بغيره امتى عندما يتغير لونه من اللون الاخضر او اللون الاساسي بتاعه الى اللون الايه الاسود اي ان الزيت ايضا له عمر ايه افتراضي مهم جدا الحاجات دي بالنسبة للماكينات بتاعتنا وبتعتبر من ضمن الدواعي الامن الاساسية للماكينة اثناء العمل عليه تعالوا بعد كده الاجزاء الرئيسية لماكينة الحلية اليدوية مع توضيحها بالرسم بيقول لي يد لتحريك الفتيل لرفع وخفض الفك العلوي عمود متصل بترسل مركب عليه الضرافيل العلوي يتحرك الى اسفل والى اعلى بفعل حركة الفتيل عمود الحركة الاصلي ويتصل بترسل حركة ويركب عليه الضرافيل جهاز التوازي هو عبارة عن سطح رأس يتحرك على دليلين جانبيين للامام وللخلف جسم الماكينة زراع المحرك زراع التوقف زراعي لزيادة وخفض السرعة المطور الكهربائي مجموعة التروس وتنابير لخفض وزيادة السرعة الاجزاء الرئيسية للمكبس او لماكينة المكبس اليدوي مع الشرح والتوضيع تعالوا نتوقف عند الاجزاء الرئيسية لأي مكينة ونتفق عليها ثم بعد ذلك تاخد بقى زي ما انت عايز يعني توظف المكينة حسب الحاجة اللي موجودة طيب نمرت واحد هل توجد مكينة ليس لها فرش جميع المكينات لها فرش هل توجد مكينة ليس لها جسم جميع المكينات لها جسم المكينة يبقى اقول له جسم المكينة فرش المكينة مفتاح لرفع وخفض اذا كانت يد يبقى مفتاح لفصل ووصل الطيار الاي مجموعة من السيور والتروس تستخدم لنقل الحركة ماتور كهربائي اذا كانت شغالة بماتور كهربائي مجموعة من التروس والسيور تستخدم وهكذا اذا هنا هتبص تلاقي نفسك وصلت لحوالي خمس ست اجزاء موجودين ممكن يتحطوا في جميع المكينات لابد من تثبيت المكينة تثبيتا جيدا بارضية الورشة لابد من تغطية المكينة جيدا من الاتربة للحفاظ عليها لابد من تزييد وتشحيم الاماكن التي تحتاج الى تزييد كل دي تعتبر حاجات اساسية لو انا حطيتها في الماكينات يقولك ده فعلا الطالب ده فاهم هو بيكتب ايه بعد كده بقى نبقى نروح المكينة دي مخرطة الجامع نقوله ايه هو المميز في مخرطة الجامع غرب سابت غرب متحرك يدي لتحريك الغرب السابت والغرب المتحرك الركيز كل ده عايز اروح مثلا للمجبس اليدوي اقوله سخل من الجهتين فتيل يعلو ويهبط جشمة يتحرك من خلالها الفتيل الفك العلو الفك السفلي كل ده بيعتبر بالنسبة لي مهم جدا 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 لما تجيلي مكينة او اجزاء مكينة على طول انا مغمط اكتب سبع نقطة اساسية ثم بعد ذلك نتحرك للمكينة الموصوفة او الموجودة او المرسومة داخل ورقة الاي الاسئلة ده مهم جدا ولذلك احنا هنا اتعرضنا تاني لاجزاء المجبس طب ما احنا اخدناها من الاول قلتلك ان المجبس ده من النوع المألوف دائما للاي للطال تعالوا بعد كده نبص على اجزاءه هي نفس الاجزاء جسم المجبس فتيل مقلوز عجل عليا للتحكم في الفتيل وتحريقه وسيلة التشكيل وتتكون من الضارب والقاعدة اللي هو الجزء العلوي والجزء الايه السفن بعد كده اختار من الكلمات الاياتية لتكملة طريقة الحركة الالية للمجبس اليدوي وان اول حاجة المكابس الادروكية تعتمد على نقل الحركة نفس الاسئلة بس بطريقة ايه مختلفة اتنين قالب الجمع وهو عبارة عن جسم مصنوع من الخشب او الالمونيوم او الصلب حسب نوع الانتاج اذا كان الانتاج بالنسبة لي كمي بصنع القلب بتاعي من الصلب او من المعدن واذا كان الانتاج كيفي بصنعه دايما من الايه من الخشب او اذا كان القالب مصنوع لتدريب مجموعة الطلبة ايه عليه يبقى بصنعه من معدن من الخشب حتى يسهل تدريب الطلبة عليه بعد كده بيقول لي اكمل ما يأتي المكابس الهيدروكية تعتمد على نقل الحركة الخطية عن طريق استخدام ضغط الماء او البخار قلب مصنوع من كذا بعد كده دولاب السحب الرقيقة من مية من المل يمكن احنا ما تكلمناش عن مكين الدولاب السحب دي ما كان الدولاب السحب يمكن احنا تكلمنا عن مخرط الجامع تكلمنا عن المكبس اليدوي تكلمنا عن مكينة الحلية والكاردون تكلمنا عن معدات المينة لسه نتكلم عن معدات السباكة بالرمل ولكن جي قدام مننا مكينة سحب الاسلاك مكينة سحب الاسلاك من المكينات المهمة جدا لسحب الاسلاك حسب الاقطار اللي انا عايزها يعني دايما بيبقى في حديدة سحب ثم جنزير ثم يد يربط السلك خلف حديدة السحب او انا بواسطة الكلابة ثم يتم سحب السلك على ماكينة دولاب الايه السحب لبن لما يجي يقول لي ما هي اجزاء ماكينة دولاب السحب اقول له جسم الماكينة جنزير يد لتحريك الجنزير دوت حديدة من السحب تركب في نهاية دولاب الايه السحب وتسبق جيدا ثم يدب بطرف السلك ويربط بواسطة كلابة او بواسطة زرادية او بواسطة جزء يستطيع الضغط على السلك بعد خروجه من حديدة السحب حتى تسهل عملية السحب وتكرارها مرة واثنين وثلاثة مع وجود سائل يسهل عملية سحب الايه الاسلاك على حديدة الايه السحب بعد كده اكمل ما يأتي بيقول لي الركيز تصنع من الصلب وبقى سقوب توضح بها اصابع من الصلب اتنين سحب الاسلاك وهي التشكيل معدن بامراره من خلال فتحة اصغر من مقطعه تلاتة المكابس الادوائية التي تدار بقوة اليد وتستخدم في تشكيل المكونات البسيطة للشرائح المكابس التي تستخدم التي تعتبر الهون الصيني ويستخدم في سحق المينة مع اضافة قليلا من المقود اتكلمنا عليها بعد كده الاسطنباط تستخدم في الانتاج الكمي والانتاج منتجات ذاتة دقة ايه عليه يمكن هنا احنا ما تكلمناش عن حتة الاسطنباط الاسطنباط هي النوع الاساسي او الخامة الاساسية التي تتواجد في المكابس لاتمام عملية التشكيل بمعنى ان الاسطنباط بتاعت ده في اسطنباط للجمع في اسطنباط للتشكيل وفي اسطنباط اشتركوا في القناة